بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي والثمانون بعد المائة الثانية الحمد لله وله الشكر والثناء والحسن الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يقول الشيخ رحمه الله والعبد في المقدور له حالان حال قبل القدر وحال بعده فعليه قبل القدر أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه ويرضى به وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك وله في المأمور حالان حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير والشكر الله على ما أنعم من الخير وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك أمره أن يصبر على المصائب المقدورة ويستغفر من الذنب وإن كان استغفار كل عبد بحسبه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائد وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالنظر إلى القدر عند المصائب والاستغفار عند المعائب قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة وغيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرلى ويسلم قال الشيخ لما سئل هل الله يهدي ويضل قال إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشياته وقدرته ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويظل ويهدي ويسعد ويشقي ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويشرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا حرجا كان ما يصعد في السماء وهو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا قال الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال ويصنع الفلك والفلك مصنوعة لبني آدم قد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقها بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقال والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها الآيات وهذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أتعبدون ما تنحيتون والله خلقكم وما تعملون فما بمعنى الذي ومن جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني دل على أنه خالق كل شيء وتجل على أنه خالق كل صانع وصنعته قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقهره بل كما لعلمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد أحسن كل شيء خلقه قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها قال تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام انتهى كلامه رحمه الله وقد بيّن بالأدلة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وجعل للهداية أسبابا وللضلالة أسبابا فإذا فعل العبد هذه الأسباب فإن الله سبحانه يرتب عليها مسبباتها إذا شاء حسب حكمته وعلمه ورحمته فالذي على العبد فعل أسباب الخير وتجنب أسباب الشر مع التوكل على الله سبحانه وتفويض الأمور إليه وبهذا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة